نرحب بضيفنا من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات المتشددة سامحيدة سيد سامح أنا بيطمعنا على شاشة سكاينيوز عربية ما الذي يعكسه صراع الأجنحة هذا هو طبعا ليس بالجديد ولكنه يأخذ منحة تصاعديا ما الذي يعكسه في الواقع هذا التنظيم ومستقبله فعليا طبعا محاولة تشبيه الانقسام الأخير بالانقسامات السابقة على مدار تاريخ الإخوان المسلمين ليس حقيقيا هناك اختلاف نوعي كبير جدا في الانقسام الحالي عنصرين مهمين جدا في الانقسام الحالي العلنية والاستدامة قبل ذلك كانت الخلافات تحسن في يوم في يومين في سلاسة أيام ولكن احنا نتكلم عن شهور بل سنوات من أيام انقسام محمد كمال في 15 واخيرا انقسام إبراهيم منير ومحمد حسين النقطة التانية انه هناك انشقاق أفقي وانشقاق رأسي الانشقاق الأفقي انه جيل الشباب بشكل كبير جدا كان منعزل عن القيادة التاريخية بما فيهم ابراهيم منير ومحمد حسين بسبب التعنت وعدم المرونة واتهمهم بأنهم مسؤولين عن الأحداث للأحداث 2013 النقطة الحالية انه انقسام رأسي بين قيادة التنظيم الحالية النقطة التالتة نوعية الاتهمات نحن نتكلم عن الاتهمات بالخيانة طبعا من وجهة نظرهم هو التعامل مع نظام مصري جابت محمود حسين تتاهم جابت إبراهيم مونير بأنها تتعامل مع نظام مصري وجابت إبراهيم مونير تتاهم جابت محمود حسين بأنها هي التي سلمت محمود عزت وهي التي تتأمر على الإخوان وسلمت 25 إخوانين في السودان بالإضافة طبعا للخلافات المالية بالكلام الاتهامات إخلاقية نحن منتكلم عن انهيار كبير للتنظيم لم يحدث نقطة تانية انفضاد التنظيم الدولي لأن حتى الوسطات الدولية بتاعة حماس أو بتاعة القرضاوي أو بتاعة يوسف ندى كلها باقت بالفشل وتقدر تقول أن الإخوان من غير المصريين كفروا بالتنظيم المصري النقطة التانية الموارد المالية بدأت تجف بسبب عدم ثقة الصف لأنهما كانوا الأول بيعتبدوا على عنصرين عنصر الثقة داخل التنظيم وهذه نهارت النقطة التانية عنصر التماسك اللي كانوا عن طريقه بيستطيعوا حصد أموال من الجهات الممولة سواء أجهزة دولية أو حتى أمراء عرب أو ما شبه ذلك المهمة في النهاية كان في التوين على أساس التماسك وكانوا بيسويقوا لهذا التماسك على مدار تاريخهم ولكن هذا التماسك حتى بات واضحا أمام العلن أنه ليس حقيقيا وأنه ليس هناك قدرة على حسم العمر يعني سيد سامة أنا سؤالي لك من خلال متابعة كل هذه العوامل التي تفضلت بها تحدثت عن نوع جديد من الخلاف عنوانه العريض العلنية والاستدامة هل بعد سلسلة الضربات التي تعرض لها التنظيم في عدد من الدول العربية سنشهد مفعول الدومينو إلى باقي أركان هذا التنظيم بالتأكيد التنظيم لن يعود كما كان وأنه يعتقد أنه في مصر الانحضار أو على المدار المتوسط سيكون جزءا من التاريخ لأنه حتى في جبهة ثالثة رفض محمود حسين ورفض إبراهيم مونير وبدأت تصلع تصريحاته وفيديوهات محمد العمدة وأحمد مطر وغيرهم من التسريبات التي تتهمهم بالخيانة وعدم العقل فالتنظيم على المدار المتوسط سينتهي ولكن ليس هذا انتهي الأيدروجيا فمن الممكن أن تخرج تنظيمات أخرى التنظيم السياسي يعني إسلام سياسي أخرى بشكل أكبر شباب ربما أو ما شبه ذلك فالتنظيم الإخوان على المدار المتوسط سينتهي لن يكون له مقام في الدول العربية ولكن من المحتمل أن تخرج قيادات أخرى شبابية تعيد الإسلام السياسي من جديد الأيدروجيا لم تنتهي التنظيم انتهى ولكن الأيدروجيا قد تجوزت التنظيم في العقود الماضية بشكل كبير جدا وما زال الحرب مع الإسلام السياسي ربما تكون مستدامة فترة أطور من الزمن ربما العقود ولكن تنظيم الإخوان كاسم الإخوان المسلمين أعتقد أنه سينتهي في المدار المتوسط ولكن التجربة التعامل مع هذا التنظيم التي قامت به عدد من الدول والتي فعاليا تمكنت من تقليص حجمه ودوره ألا يساعد بأي شكل من الأشكال لربما التصدي لأي مشروع جديد كما تحدثتم عنه سيد سامح من قبل الشباب أو الجيل الصاعد الذي ينتمي لهذه الأيدروجيا في حال فرط التنظيم بشكل نهائي كما تحدثتم تاني برضو التنظيم سينتهي في المدار المتوسط ولكن الأيدروجيا متجاوزة تنظيم الإخوان نفسه الأيدروجيا الخلافة والدولة الإسلامية وأستاذية العالم ولذلك حتى هناك اتجاه داخل الإخوان أنه يتحول إلى طيار فكري وليس تنظيما لأنهم يعلمون أن التنظيم قد انتهى بشكل كبير ولكن فكرة الأيدروجيا مستدامة وتعمقت داخل قطاع من الشعب المصري بسبب أربعين سنة من السيطرة على المجال العام بشكل كبير جدا على مستوى الإعلام وعلى مستوى النقوات وغيرها لدرجة أن أصبح جزء من الشعب المصري لا يستهم به مؤمن بفكرة الشريعة وفكرة أن هناك قوانين موضعية وأن هناك عودة الدولة الإسلامية وربما يكون بعضهم في أجهزة بشكل أو بآخر تأثروا بهذا الخطاب لأن كانت الدولة معتمدية الغزاري كان في التلفزيون الرسمي الشعراوي في التلفزيون الرسمي القرضاوي كان بيأتي في التلفزيون الرسمي كل هذا كان بيبص على مدار أربع عقود في السامات الأخيرة لدرجة أن فيه جزء أو خطاع من الشعب المصري معتقد بفكرة الإسلام السياسي ومعتقد بفكرة الدولة الإسلامية إنما اسم الإرخان المسلمين نفسه أعتقد أنه انهار إنما كأيدروجيا أعتقد أننا أمامنا عقود حتى ننهي فكرة الإيمان بهذه المعتقدات لأننا على مستوى المواجهة الفكرية لم نؤدي ما علينا من أدوار دور الإعلام والسينما والثقافة والتعليم لأسف التعليم حتى الآن مخترق بالإسلام السياسي إذا كانت قصة عقوبة بالنفع في قول أعدادي أما كانوا عن مصر أو تاريخ الخلافة أو الحضارة الإسلامية ما زال التعليم لم ينقى من شوائب الإسلام السياسي حتى الآن ما زال أحيانا أيدي الدولة مرتعشة وتصدر أحكاما بالسجن على تنويريين ربما يكونوا ضد الإسلام السياسي مؤخرا أحمد عبد ماهر أو غيره فهناك بشكل أو بآخر هناك داخل المجتمع المصري حالة من حلال ليس هناك خلافا على الإخوان المسلمين أنهما انتهوا بشكل كبير ولكن خلافا على فكرة الإيدروجيا ما زالت قائمة وفكرة حماية الإسلام وحماية الشريعة ومحاولة تطبيق الشريعة ما زالت هذه الأفكار مسيطرة على جزء من الشرع المصري ليسوا مختلفين على الإخوان ولكن مختلفين على إيدروجيا أشكرك سيد سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات المتشددة على هذه المداخلة من القاهرة ترجمة نانسي قنقر